لحظاتهم حول التحدي القادم التحدي القادم هو ثلاث لاعبين متماسكين يواجهون سبعة لاعبين من الفريق المنافس بالمصطلح العام لمسه بالنص من يقطع أكثر عدد من الكرات هو الفائز المدة دقيقتين ونصف صافرة البداية مع الكابتن مهدي كاظ إذن هكذا أحبتي نعود مرة أخرى إلى التحدي الرابع والفقرة الرابعة بعد الصفارة من الكابتن مهدي هكذا نتواصل على طول بهذه الرغبة الجميلة وهذا العنوان الحاضر المتواصل على طول بهذه الفقرات بهذه اللمسات وبهذه الروعة نعم وبهذه التكنيك والتكديك لمسات جميلة نعم هذا الروعة هذا الاستلام والتحضير شوفوا النقلات يتواصلون عند الرغبة الله الله هذه اللمسات الجميلة نعم يدوروها يلعبوها هكذا نتواصل نعم من ثمانية وأربعين قطعت الكرة على طول هكذا الرقبة الزميلة والصراع يتواصل على مدار دقيقتين ونص نعم سنستمتع باللمسات الجميلة هكذا على طول نتابع مرة ومرات التحدي يتواصل في هذه الفقرة وبهذه الرحلة وبهذه نعم التمريرات نتابع الآن لمسات جميلة رائعة شوف نعم ثمانية وأربعين يدونون الكرات الجميلة لكن كرة تخرج نعم والصفارة حاضرة إذن الشوت الثاني من الفقرة الرابعة نتواصل نعم للغة جميلة هكذا نعم الحل الحاضر لقطاع على طول التواصل لأبناء الرحلة الجميلة السيناريو الحاضر الكرة تدور لكن هناك صفارة تعاود المرة هكذا نعم أجمل مرة وأجمل لحظة وأجمل تحدي حاضر النقلات الآن على طول التمرير نتابع من يلحق بالكورة الكورة تدور بين الحب بين العواطف بين النقلات الله 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 لمسات جميلة لكن هناك صفارة حاضرة برحلة جمال التمرير واللمسات المتواصلة نعم وهذه نعم الفقرات الجميلة والرائعة هكذا نتواصل نعم بصفارة الكابتن مهدي كاظم على طول نتواصل والحماسة نعم مستمرة والتوجيهات من المضربين حاضرة الله يا لها من لقطات ويا له من عنوان في هذه اللحظات شوفوا التمرير نعم يدوروها نعم يلمسون الكورات يدورون ويغازلون لكن كورة تقطع لان هكذا نتواصل والصفارة حاضرة إذن شاهدنا التحدي الرابع بأمسية كورة هذا المساء هو من التحديات الجديدة من خلال برنامج كورة سنغير بعض التحديات بالحلقات المقبلة لنوفي إثارة ومتعة وتحدي أكثر بين الفريقين كابتن مهدي شلون شاهدت أداء اللاعبين صراحة أخ علي اللاعبين هدوا يعني بداية خصوصا الفريق 48 هدوا وضع فهمون التمرين بسهولة وحاولوا يقطعون أكثر وهم يمكنني قطعوا مو كابتن حيدر ست حالات ست حالات قطعوا فهموا التمرين القطاع بدأ يعني تقريب أخذ وقت كثير يلا فهم التمرين بدأ يسبب أخطاء هذا تعرفوا التمريننا على الوقت فما جمعه أكثر وبالتالي أنت بالميدان كابتن مهدي بتستحدي بصعوبة لأنه اللاعبين متماسكين ميسر واحد يعوف الثاني صارت هم أخطاء قام واحد يعوف الثاني فإحنا كتحكيم كل جنة لازم نصححهم بالتالي التمرين جديد وتمرين جيد والفريقين يعني أدوا يعني شي جيد طيب كابتن شاكر من التحديات الجديدة في برنامج كورة شلون شاهدت طبعا ما أضيف ما أضافه مهدي كابتن مهدي كاثم اختبار جديد وبي أمور هواي بكورة القدم بيقطع وبيحيازة وبيتصرف وبيحالة ذهنية فالمنافسة كانت قريبة بيناتهم دليل على أنه دائما هم يلعبون بالساحات التارتان وهاي الحالة لازم تطور عتم يعني رسالتي لله المدربين الفئات العمرية أو الرئيسة الفرق الشعبية أن يركزون على هذه التمارين للاعب الكورة القدم حالة الهجومية عنده كورة شون يصرف وعد الخصم شلون يدافع فشفت حيازة ونقل كورات سريعة يعني ما شاء الله الفريقين أمتعون اليوم بهذا الاختبار كابتن حيدر شوف يعني نفس ما قال الكابتن شاكر الفريقين كانوا جيدين وقلت لك كلها مفاصلة تدخل بها التكنيك المهارة التركيز الذهني الجانب البدني شكرا